نكمل شرح جدول تحليل التباين اللي هو الأنوفا لموضوع النستد مثل ما قلنا أنه سورس أو الزاريشن إله ورح يتكون من الميلز أو الذكور والفيميلز الأناث ضمن الذكور فيميلز داش ميلز أو بي داش اي أنه الأناث لكل ذكر حتى نميزها عن التجارب العاملة وأيضا عندي الإرار والتوتال لاحظوا أنه الميلز هو A-1 degree of freedom إله والفيميلز ما قلنا مثل التجارب العاملية B-1 لا ليش لأنه هو ضمن الميلز ولذلك ضربنا دخلنا داخل القرص وضربناه ب small a اللي هو عدد الميلز اللي داخل فيه التجربة بالنسبة للإرار هو A-B في N-1 والتوتال N عدد التكرارات في A في B-1 ومثل ما موجود عندكم هنا شوان نحسب ال S-S-A والS-S-B ضمن ال A والS-S-E والS-S توطط بس ملاحظة كل شي مهم هنا أنه تعرف موضوع C-F أو معامل التصحيح عندما نحسبها بالميلز لاحظ عندما نحسبها بالميلز هو Y-DOT-DOT-DOT تربيع على N-A-B هذا كل شي طبيعي يعني مضروف نقسم على عدد التكرارات في عدد الذكور في عدد الإناث والفوق التربيع على الكل هذا ماشي لما نحسبه للذكور لكن من نحسبه للإناث ضمن الذكور لا يختلف رح يختلف رح ناخذ Y-I-DOT-DOT تربيع رح تشوفوا هسا بالتطبيق العملي بالمثال شوان نحسبه هذا Y-I-DOT-DOT تربيع على N-B وليس على N-A-B يعني ما دخلنا ال-A مجمعنا هنا لم يضربنا في عدد الذكور لأن هذا فقط هو الأناث لواحدها وليس ما لها علاقة بالذكور لذلك شلنا ال-A مثل ما حسبنا هنا نضربنا ال-N-A ال-B هنا فقط ال-N أو عدد تكرارات في عدد الأناث فهذه تنتبه لها النقطة كلش مهمة في حساب ال-C-F أيضا في حساب الأرر لما جينا حسبنا الأرر ال-C-F إلى هنا كان Y-I-J تربيع يعني كل قيمة من قيمة تكرارات تربحها وتقسم على عدد التكرارات اللي هو ال-N بغض النظر عن ال-B وال-A ما نحسبها فقط على ال-N فهذه أيضا تنتبه لها النانا ال-C-F فقط عندما نحسبها في التوتال هو نفس ما موجود في الميل Y-Dot-Dot تربيع على N-A-B هو فقط هنا مشترك بيناتهم لكن الاختلاف راح يكون الفيميل ضمن الميل وأيضا في حساب الإرر فهذه تنتبه إلى موضوع ال-C-F في حساب الأنوفا لتصميم النسطة ناخد مثال على هذا الموضوع محلول كامل الجدول التالي يبين لك أنه وزن الجسم مع ثلاثة أنسال ناتجة من تزاوج خمسة ذكور A1 A2 A3 A4 وعفون هنا A5 من دجاج أو سلالة الوايت روك مع خمسة عشر أنثة خمسة عشر أنثة حيث خصصة تشوف ثلاث أناث لكل ذكور يعني لأولا لخمسطعش مو كلهم لكل ذكر خمسطعش لا كل ذكر ثلاثة الدجاج الأولى الثانية الثالثة ثم الدجاج الأولى الثانية الثالثة وهكذا للذكر الثاني والذكر الثالث لغاية خمسة عشر أنثة هذه الدجاجات كان عندها أنسال وكان عندها أفراخ كل الدجاجة كان عندها تلف مكرارات وهذه قيم وزن الجسم لها ومجموعة وهنا المتوسط العام المتوسط العام لكل ذكر هذا المتوسط أو هذا مجموع كل أنثة بي وان بي تو بي ثري هذا هو المجموع عفوا وليس المتوسط المجموع الكلي لكل ذكر والمجموع الكلي لذكر الثاني والثالث وهكذا لنهاية الجدول الحال مثل ما موجود عندكم خطوات واضحة أنه شون نبدي بحساب التوتال مثل ما أقلت لكم ما عندي سي اف ثابت حتى نحسب لي قدام لا كل واحد الى سي اف خاص بي فنبدي بحساب التوتال واس اس اي للذكور طلعنا قيمها هنا وراح تشوفون أنت كل شواحة شون حسبناها حتى نختصر الوقت محسوبة واضحة عندكم بالأرقام شون حسبتها من خلال الأرقام اللي موجودة دي الجدول أعلى أيضا اس اس للبي ضمن الاي هذا ضروري أنه تكتب البي ضمن الاي ضروري جدا ما تكتب فقط البي لأن هذا أيضا تتنقص منها بالانتحان ذا كتبت فقط للبي وأيضا انتبه أنه السي اف كاتب لك أنا انتبه ليس السي اف اللي موجود بالحالة الأولى الس اس اي نأيضا اس اس توطل أطرح مننا الس اس اي او الس اس بي للاي يطلع عندي الس اس اي أجي آخر شي ارتب السورس اف ضروريشن والدي اف والاس اس والام اس واف المحسوبة رح تطلع عندي بالصورة اللي موجودة قدامكم ملاحظة مهمة جدا نكاتب المهمة هانا بالمحاضرة اللي وصلتكم وانه قيمة اف المحسوبة هنا تم حسابها كما يلي بالنسبة لل اي للذكور حسابتها ام اس اي احنا بالعادية نقسم ام اس اي على ام اس اي للارا مو لكن هنا انا لل اي قسمت على ام اس بي ضمن ال اي لاحظ ام اس للميل على الام اس للفيميل وليس على الارا وليس على الارا اي حتى تنتبه لها شون احسبها بينما بالب من احسب الف المحسوبة لا قسمت كالعادة انه على ام اس للارا على اعتبار انه هذا هو الفيكست او الثابت وهذا الفرع من عنده وهذا الفرع اللي أقل من عنده لذلك هذا يعتمد على هذا وهذا يعتمد على هذا هيت شون تحسب الفكرة مالتها من تريد تحل بالمستقبل تقول هذا يعتمد على هذا لأن هذا الفيكست وهذا النه متغيرات نعتبرهم فهذا يقسم على هذا وهذا يقسم على هذا حتى تكون عندك واضحة بالحساب هذه أهم الملاحظات المهمة بالنستد اللي مطلوب منك طبعا موضوع هو كبير وواسع وكثير من النقاط لكن هاي النقاط المهمة اللي حبيت أوضحها لكم في هذا المقطع الفيديو وإذا عندكم أي سؤال بعد أو استفسار تتواصلون ياي على القروب لبياناتنا وأنا حاضر إن شاء الله للإجابة على جميع أسئلتكم شكرا جزيلا